دايماً الكلام عن سرعة الحياة والضغط والشغل ويا الحب ما بيبقاش قوي زي الأول لكن أنا بقى عايزين في نهاية الحلقة وأنا مصممة نقول للبنات وللستات يعني البنات صغيرين يبتدوا يشوفوا حياتهم بقاني منظور وللست لما الحب بيخلص أو لما بنهاية دي خالص لأن أنا مش قادرة أكمل فأنا خلاص حطيته في الدرج تتعامل في حياتها إزاي عشان تكمل تمام وحلوة وبتحب برضو لأن الحياة في حاجة كتير قوي تتحب الحياة كلها مش وقفة رجل وستة يعني هو ده الحقيقة دايماً أنا بقولي الكلام ده يعني أنت كنت بكلميني أوف آير في حتة البنات العشرينات طبعاً كليكي رأيي أنا حاب أقوله للناس طبعاً 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 يعني أنا برجو الأهالي بس أنهم ما يضغطوش عليهم في جواز وكلام من ده أنا في العشرين أنا لا شفت حياة ولا اشتغلت ولا أخدت فلوس في إيدي كده مقابل شغل أنا عملته وحقق لي نفسي ودماغي وتفاعلي مع الحياة ككائن بشري حتى مش ستة أو راجل يعني فأنا بشوف دايماً أنه لازم يكون في حياة موازية للبنت أو للست مع كون حلمها في الحياة مع الراجل يعني دي دي حاجة أوكي أن أنا أستقر مع راجل عاطفياً تمام بس دي مش كل حاجة خالص في حاجة أهم أنا أستقر مع نفسي ومع حياتي ومع طموحاتي وأبقى مستقلة ويعني أبقى راضية عن نفسي وحق حاجات أنا عايزاها وبأحلم بيها ليه ليه البنات بتتجاوز بدري أنا معرش لأنه بيحصل طلاقة على طول بصراحة بنسبة كبيرة طيب دي بالنسبة للبنات أنه لازم يبقى ليك حياة لازم تحقق حلمك ودي حقيقة يعني الحياة مش أنت قاعدة مستنية كده العريس جاي أمتى؟ آه دي بنت خالتي اتخطبت آه لا ده بنت عميتي اتجوزت دي خلفت ده بمعها عيلين وأنا لسه قاعدة هو حرام المجتمع كمان بيحطوهم في الضغط ده بشكل رهيب يعني بس خلص بحرفتني بنصحينها بس المفروض الواحدة تكون قوية جدا ما يفرقش معاها مخلوق بصراحة في الموضوع ده لأن دي حياتها بالضبط فلازم يبقى ليك حياة الست بقى اللي بتكون دخلت في علاقة سواء خطوبة أو سواء جواز وانفصلت وطلعت وحسن أن هي خسرة الجانب المشرق خسرة الحيوية كل اللي يشوفها لها مالك كده حزينة ليه؟ أنت مطفية؟ أنت كبرتي كده ليه؟ يعني لنها هي بتحس خلاص أن هي بتدت تطفي إزاي أني ننور لها الشمعة دي تاني؟ خلييني أقول طبعا بالنسبة لللي لسه بيفضلوا يحبوا يعني ربنا طبعا معهم لأن موضوع بياخد وقته طويل جدا جدا أن هي تتخلص من العلاقة القديمة أنت شايفة وقتها دي تقولها لها أقصى حاجة ليك كذا سنة ست شهور سنتين أنا شايفة سنتين من العمر دول كتار قوي على فكرة يعني الست ضيع خمس ست سنين بشوف ستات بقالها ست سبع سنين قاعدة أسنة لسه بحبه ويكون هو تجوز مرة واثنين وثلاثة وخلفه وبيضحك وبياكل وبيخرج مع صحابه فوقي أنت خلاص خلستي من حياته وهم يقافي على رجلك وعيش حياتك والبسي واشتغلي وحبي نفسك فعلا أنا كنت بكرها الزمان كلمة حبي نفسك دي لا حبي نفسك طبعا بس اكتشفت أن دي علاج جبار طبعا حبي نفسك وبعدين في نقطة الست اللي بتفضل سنين كده متعلقة بنفس الرجل تأكدي أن الرجل ده عامل جريمة أنه هو مختفاش من حياتها يعني هو عامل جريمة ورد منكم يكون بيرتبط بيتجاوز بس مختفاش من حياتها خال بالعكس ده دايس برضو بزيادة عشان تفضل موجودة فما تحمليش على الست أن هي لسه بتفضل متعلقة لو هو اختفى فعلا أنت ما هي تحب هوا مثلا وخلاص مش موجود واختفى فعلا ممكن تكون هاي المتابع ايه ومتابع أخباره يعني مهما كانت هتتابع خلاص مش موجود اتدور ومشي فعلا احتراما للانفصال اللي حصل وانت انفصلت يا سيدي جايني ليه بقى يعني فأنا بحيث أن في رجالة كثير ما بتمشيش على فكرة بتنفصل وبتبقى هي صاحبة قرار الانفصال وما بتمشيش فهو بيبقى عامل الجريمة دي يعني مش من نفسها هي لنفسها كده بتبقى قعدة لا يمكن وعايزين نقول لها كمان كسري حتة التلكيكة النفسية اللي هي ممكن تقول لي بكرة يندم ويرجع فانا هستنى ايه وعي تعملي كده بيستنوا سنين وفي الاخر ما بيقولك على حاجة وفيه منهم فعلا بيرجعوا وهي اللي بترفض وانتي اللي هتسبيه مش هو اللي هيسيبه اه والله يبص ياه مش حكاية مين يسيب مين هو حكاية انك لما بتعيدي ثاني حاجة كانت فشلة انا في رأيي انها بتفشل اكتر بتفشل الا في استثناءات اكيد يعني لكن انا ضد برضو ان المواضيع تتعتني يعني بوس يا شهيرة انا قديمها بسلطة نتي معاين النهاردة يعني السيناريست والكاتبة الجميلة شهيرة سلام كتاباتك عن الحب وكتاباتك في مشاكل الحب والمشاكل الاجتماعية اللي احنا بنعيشها دايما بحب اقرالك ودايما بحب احساسك حتى في الكتابة حقيقي يعني عظيمة مرسي يعني استمري اشكرك اللي انت اللي جاي بقى الكتابات هتكون فقاني زاوية دلوقتي بقنا عندنا زاوية كتير قوي في الحالات النفسية والحب اه والله لسه يعني بقرأ روايات كتير الفترة دي الحقيقة وشغالة على مشروع برضو بس ان شاء الله تبقى حاجة برضو مختلفة نحاول نقول بيها حاجة يعني عايزين حاجات بقى في مشاكل السوشيال ميديا والحب على السوشيال ميديا والبلاوي والمشاكل اللي احنا بالليلة كبيرة دي ايوه البلاوي الكبيرة دي ايوه سيدة شعيرة مصدتة جدا بيك ومرسي ان انتي كنت معاين النهار دا وريكي ايوه نعمر سيدة شكرا